طبعاً المشكلة كلها في إيه؟ الفيروس المستجد اللي هو الكورونا فيه طبعاً التحور اللي حصل فيه جامد قوي ده وعدم ظهوره في الفترة الحضان اللي يقولنا الـ 14 يوم يبدش فيه حاجة خالص الفيروس لو جهه وقصاب العين أو المريض للأسف بيقدي لعواقب سيئة بس أنا عايز أقول حاجة ممكن الفيروس ده ييجي لأي بني آدم ومحصلش أي مشاكل خالص ازاي؟ ايوة في حاجة اسمها ميون سيستم مناعة جسمك مناعة جسمك ممكن يجي لك يوعد الـ 14 يوم محصلش مشاكل ويبني عليك أي حاجة خالص ويعدي على خير ويقول له جريد فيفر بسيطة وحرارة عائدية خالص وشوية تكون حول فرنزة وبرده كلام ده كله ويروح يعني المناعة هي بطل المشكلة المناعة هي الأساس في القصة دي وأنا بقولها من دلوقتي وهقول لكم ازاي تتفادوا وجوده أو نشاطه في الصغير والكبير تب ياريتنا انطلق في المعلومة دي يا دكتور ميهر خليك بس عايزة أقولك حتى مهمة ازاي تفرق ما بين نازلة بردية عادية والكورونا لأن كل واحد دلوقتي جايي للمستشفى إلحى يا دكتور كورونا كورونا اي شوية كحة الفرنزة برد كورونا لا انا عايزة أقولك ازاي تفرق ما بين في حاجة خطر وما بين حاجة عادية خالص اللي بيجي لنا كل شتة وش كل شتة فيه فرنزة وبرد وكوحة كلنا صح ولا غلط وفيه ناس بعد الشر بيعصل لها مضاعفات وبيعدي إلى مساوق موجودة طيب أنا عايزة أخليك تفرق ما بين الاتنين الفيروس العادية بتاع نازلة بردية بتاع الحرارة بتاعته 38 أو 39 يومين 23 وتروح كويس الفيروس الكورونا حرارة تفضل ايه مستمر كم يوم ممكن تقعد أسبوع عشر تيان ده مؤشر ببقى لوجريت فيه فرنزة 38 يعني ده مؤشر أن في حاجة لا حاجة تانية مش دي المؤشر في حاجة تانية معاك هفي حاجة تانية بتلاقي العيان جسمه مكسر خالص ومش قادر يتكلم ونهجانه مش قادر وكوحة مستمرة طب عايزين نفرق ما بين أعراض دي وأعراض دي موجودة في البند برضو القلم الشديد الموجود في النازلة الفيروسية العادية ما بقاش زي القلم الموجود في الكورونا دي رقم واحد رقمتنا الكوحة بجديد بكتير الكوحة نفسها بيبقى فيها شوية بالغام وحاجات بسيطة في النازلة الشعبية العادية لكن التانية بيبقى كوحة قاتلة نشفة نشفة جدا نشفة جدا ما بقاش إيه أي سبيوتر بالغام وكتير ولا أي حاجة إلا لو قلبت بحاجات تانية هقولك عليها بعدين ثالث حاجة العطس موجود فين في النازلة البردية العادية في النازلة في الكورونا مفيش عطس تلاقي العين كده يعني فكرة العطس دي تطمنك برافو عليك لو في عطس نطمن برافو عليك كويس ثالث حاجة الحل في الكورونا بقاش فيه في الحل ما تلاقيش ألم تزور في النازلة العادية البردية العادية بتلاقي فيه ألم في الزور أظن